مطلع أغسطس المقبل هو تاريخ استلام سلطة التنفيذية في إيران وبالتالي يتطلع الكثير من المراقبين لمعرفة اسم الوافد الجديد لاستلام حقيبة الخارجية يعتبر المراشح الأوفر حظا للخارجية في كابينة إبراهيم رئيسي هو سعيد جليلي وهو من السياسيين المتشددين ولد عام 1965 في مدينة مشهد وعمل أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي لأكثر من ست سنوات وترأس فريق التفاوض النووي الإيراني مع الغرب أما المراشح الثاني فهو حسين أمير عبداللهيان وهو أصولي متشدد من موالد 1964 في مدينة دامغان عمل في منصب مساعد وزارة الخارجية الإيرانية في الشؤون العربية والإفريقية وسفر إيران في البحرين ثالثا علي باقري كني وهو سياسي متشدد أيضا من موالد 1967 في طهران عمل نائبا لوزير الخارجية لشؤون أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كان باقري أحد كبار المفاوضين الإيرانيين المرشح الرابع هو منوت شهر متكي وهو من مواليد 1953 في بندرغز شغل عدة وظائف بالخارجية أبرزها منصب وزير الخارجية في عهد أحمد نجاد لفترتين ومنصب نائب وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات ومساعد لرئيس مكتب المرشد الأعلى للشؤون الدولية أخيرا لدينا علي أكبر صالحي وهو أكاديمي وسياسي معتدل من مواليد 1949 في مدينة كربلاء في العراق شغل منصب ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من أربع سنوات وحاليا يعمل كرئيس لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية